السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه يا رب يكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جاي لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وطريقة جديدة. آآ لعمل الكابسة. طحفة جدا جدا. هتعجب كم. تابعيني في الفيديو دوت عشان خاطر تعرف انا عملت الطريقة ديت ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو معاكم ياريت تعملولي لايك. لو انت اول مرة بتشوفوني ياريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الضرار الجرس عشان خاطر اي فيديو انزله يوصل لكم الاشعار بتاعه. وياريت آآ لو كومنت حلو منك اكون شكرة جدا. آآ ويلا بقى بنا نبدأ الوصفة. اول حاجة علشان خاطر تعملي الكابسة لازم يكون عندك آآ مش مش شرط لحمة ممكن تعمليها بلحمة او ممكن تعمليها بفراخ. بس انا النهاردة هعملها معاكم باللحمة. جبت معايا هنا حل على النار وهحط فيها شوية زيت وشوية سمنة. واسبهم ان هما يسخنوا جدا. لازم الزيت والسمنة يكونوا سخنين جدا علشان خاطر آآ اللحمة لما انزلها فيها ما تنزلش العسارة بتاعتها وتنشف منك. وآآ يعني تحتفز كده بالانسجة بتاعتها. اول ما تنزل اللحمة في الزيت والسمنة دولت وهما سخنين. آآ آآ انسجة اللحم من برك كده هتقفش وهتحتفز بالعسارة بتاعتها. تمام? انا هنا حطيت السمنة معايا ديت سمنة بلدي. ويستحصل ان كنتوا تحطوا سمنة بلدي. يا ديت سمنة بلدي بقري. بيبقى لونها اصفر جميلة جدا. وهنا خلاص الحلة هنا سخنت معايا كويس. هبدأ بقى ان انا انزل اللحمة. شايفين اللحمة عملتها دي. طبعا انا كاتم الصوت. بس لو كنت مشغلة الصوت كنت هتسمعوا التش بتاعت اللحمة. آآ ممكن بقى تعمليها بلحمة كندوز او لحمة غنم اللي يا لحمة ضغني. آآ وممكن تعمليها بلحمة بتلو باي نوع لحمة عندك متوفر. آآ ويستحسن تكون لحمة ما تكونش كبيرة يا بنات علشان خاطر تستوي كويس. اللحمة الكبيرة لما بتيجي تعمليها بتنشف كده وتحسين هي مجلدة منك. انما اللحمة لما بتكون صغيرة آآ بيبقى طعمها مسكر كده وحالة. يعني هنا دوت معي. آآ تقريبا يعني كيلو لربع لحمة. آآ سبت بقى لحد ما اخد صدمة كده على الجنب اللي تحت. وهبدأ بقى ان انا حط عليه شوية آآ فلفل ما تحطيش ملحة دلوقتي خالص علشان خاطر آآ اللحمة ما تنزلش ميتة ومتغيبش معاكي في السوق. وهنا بقى لما اخدت الوش كده من تحت هبتدي بقى ان انا اقلبها. ما تفضليش تقلبي فيها كتير علشان خاطر زي ما قلت لكم آآ الميا بتاعت اللحمة ما تنزلش منها. هقلب اهوت. وبرضو هحط على الجنب التاني اللي انا قلبت فيه دوت هحط عليه برضو وفلفل اسود. مش قادر اقول لكم الفلفل الاسود مع السمنة في اللحمة كانت مدي ريحة جميلة جدا. اهيت اللحمة طبعا اقفرت على الانسجة بتاعتها. هنا بقى كانت خلاص اللحمة بتاعتها تشوحت معايا وبقت زي الفل. انا مسيبتاش تنزل الميا بتاعتها زي ما قلت لكم. علشان خاطر قطع اللحمة تكون جوسي كده. هبدأ بقى ان انا انزل معايا ببصلاية ديت بصلاية مخارطاها كده. اه لو عايزة تفرميها في الكاب عادي ما فيش مشكلة. لو عايزة تستخدمي البصل الاحمر. اه برضو عادي ما فيش مشكلة. بس انا برجح ان كنت تستخدمي البصل الابيض. علشان خاطر ما يبانش في الكابسة. البصل الاحمر هيبقى باين كده من الرز ان دوت بصل. انما البصل الابيض مش بيبقى باين خالص. وهسيبها بقت البصل مع اللحمة ياخدوا تشويحة كده كويسة مع بعض. انا مش عايزة البصل يغير لون. انا عايزة يدوب البصلية تدبل وتدي طعمها في اللحمة. اهوات البصلية دبلت معايا. هبدأ بقى ان انا انزل البهارات بتاعت ديت بهارات كابسة محطوط فيها كل حاجة. كل حاجة تخص البهارات الكابسة. الارفة واللومي. حتى اللومي كمان مطحوم معاها. لو كنتوا تلاحظوا في القطع السوداء كده هو دوت كان اللومي. ديت بجيبها من عند العطار. تقولي انا عايزة توابل كابسة. انا هنا حطيت معايا بما يعادل معلقة كبيرة. عايز اقول لكم التوابل دي بتديها جميلة جدا للكابسة. وهقلبها بقى مع بعض كده في اللحمة. في المرحلة ديت كانت اللحمة كده اخدت معايا زي حوالي ربع سوا. هسيب بقى اللحمة شوية تاخد شوية كده من البهارات بتاعتها ومن البصل ومن كل حاجة. وبعد كده هبدأ بقى ان انا انزل عليها مية تكون سخنة. تكون غالية مية في الكتل وتنزليها عليه. نزلي حبة مية كتير عشان خطر المية ديت هتبقى سوى اللحمة وهتبقى سوى الرز. انا هزود كمان مية لان انا حاسة ان المية هنا قليلة معايا. هزود كمان شوية. وهسيبها بقى الحاد من اللحمة كده تبقى سوى اللربع يعني تكون تلاتة اربع سوى. هسيبها بقى مع البصلية وكده كده كده كونت زي شربة كده هسيبها بقى لحد ما تستوي كده. تاخدوا تدي كده مع بعضها. خلاص هنا اللحمة كانت تستوت معايا وبقت زي الفل. طبعا زي ما قلت لكم تلاتة اربع سوى مش سوى كامل. هبتدي بقى ان انا احط عليها شوية ملح وطبعا مش هحتاج ان انا احط بوهرات لان كفاية جدا بوهرات الكابسة اللي انا حطتها. وطبعا يكون عندي بقى الرز البسمتي تكون الرز البسمتي غسلية كويس ونقعيه لمدة نص ساعة. آآ علشان خاطر ما يبقاش مخرز منك كده من جوه. ويكون من بره مستوي من جوه مخرز. اهوت زي ما انتم شايفين غسلية ونقعيه نص ساعة. والرز البسمتي كل كباية رز بتاخد كبايتين شربة او كبايتين مية على حسب ما هتسويه. اهوت زي ما انتم شايفين يعني يعتبر الرز عاين في في المية. آآ بخلاف الرز المصري كل كباية رز بتحتاج كباية مية. لا دوات كل كباية رز بتحتاج كبايتين مية. وهسيبها بقى تستوي كده وتاخده ضدي مع نفسها. وبعد كده هجيب معلقة سمنة وحطها في حلق او في طاصة زي ما تحبي وبعد كده بقى ايه هنزب بالااااا بالachus مش متوفر عندك ممكن تعميلي فو سوداني برده آآ لو انت عايز تحطي عليها زبيب اا ممكن بس انا عندي عشان خاطر اوي لا بيحبوش الزبيب. بس لو انت عايز عايز تحطي عليها زبيb تطلع زبيب بتاعك وتحطي كباية مية هي تسخن على النار. وبعد كده تحطي عليها الزبيب. الزبيب هينفش معاكي ونزل السكريات بتاعته. وبعد كده تطلعيه من المية ديت. وتحمريه ورا اللوس كده بالزبط. عايز اقول لكم التحميسة بتاعت اللوس دي تخلي الطعمه تحفه. ما تحطيهوش كده من ساعة ما تجبيه كده من عند الراجل تحطيه كده على تقول لا احمسي كده بخليها طعمه تحفه جدا. وزي ما قلتلك برضو لو انت عايزة تحطي الزبيب تعملي كده. بعد ما تطلعي اللوس او الفول السوداني من السمنة. تبتدي ان كنتي تنزل الزبيب وتقلبيه تقلبتين كده. علشان خاطر ياخد اللاسعة بتاعة النار وعشان خاطر ما يبقاش زي ما يكون في مية كده من السلق بتاعه. اول ما احس ان اللوس بتاعه يبتدى ان هو اجزاء منه تفتح كده من الجنب. بيبقى هو كده تمام تحمص وبقى مية مية. عايز اقول لكم حلوة اللوس دوت لو انتو اعملتوها بالطريقة ديت ممكن تاكل اللوس وانتو وقفين قبل ما تحطوه على الكابسة. هنا خلاص حسيت ان اللوس استوى معي. هبدأ بقى ان انا اطلعهم. وفي نفس الطاصة هحمر فيها اللحمة. طبعا هطلع اللحمة اه اول ما الكابسة تتشرب هطلع معي اللحمة عشان خاطر احمرها. لو انت عايزة ما تحمريش اللحمة وتحطيها كده تسيبيها زي ما هي عادي مفيش مشكلة. بس اه تحمرت اللحمة دي بتديها طعم حلو جدا. طبعا الزيت والسامنة دولة مش هتهضرهم عايزة ما قلت لك هتحط فيهم الزبيب وبعد كده هتحمريه وتطلعيه وبعد كده هتحط فيهم اللحمة. اللحمة طبعا واخدها معي لون حلو قوي من اللون من اللون الاصفر اللي بيبقى في الكابسة. ويستحسن تكوني عاملها بلحمة ملبسة كده بتبقى طعمها حلو جدا. والدهون بتاعت اللحمة بتنزل في الرز بتخلي طعم الرز تحفر. خلاص هنا الكابسة استويت معي زي ما انتوا شايفينا هوت مفلفلة جدا. اهو. ولا هي معجنة ولا اي حاجة والرز مستوي وتمام التمام. واللون بتاعته حلو جدا بس طبعا الكاميرا بتاعت الفن مش بتطلع على اللون الحقيقي للأكل. انما اللون الرز كان اصفر جامد وكان جميل جدا. هبتدي بقى ان انا ارصه كده في في الطبق. عايزة تحطيه في صانية كبيرة كده تفريدي الرز فيها. وبعد كده تحطي عليها قطع اللحمة عادي انفيش مشكلة. طبعا الاكلة ديت لو انت عملتيها برا هت اه لو انت يعني جبتيها من برا هتتكلف كتير جدا هتعملها في بيتك باقل التكاليف وباقل الامكانيات. يعني هي مش اقل الامكانيات قوي بس يعني قصدي مقرنة طب ان كنت هتاكلوها برا. وهبتدي بقى انا ارص كده اللحمة على وش الرز. بجد كان شكلها تحفة وكان تعمها تحفة جدا. بتشرفك بقى لو انت عندك عزومة لو انت عندك اي حاجة بلطريقة ديت هتشرفك وهتبقى جميلة جدا عالصفرة. ولو بالفراخ برضو بتبقى حلوة جدا. هعملها لكم مرة كمان ان شاء الله في القناة بالفراخ. ايه. بذكرت لو انت وصلت معايا في الفيديو دو اه للوقت دوت يا ريت تعمليه ليك. خلاصة هوت انا رصيت اللحمة. طبعا ما حطتهاش كلها انا حطيت بس على قد اللي هيكل وبعد كده هرص اللوز. لو انت عملت فيها زبيب برضو بتحط الزبيب برضو فوق اللحمة والرز بيبقى طعموهم طحفة كده مع بعد كده لما تاخدي المعلقة كده يبقى فيها اللوز وفيها لحمة بيبقى طعموها جميل جدا. وممكن كمان تعمليها عشل عروسة فتبقى حلوة قوي. جربوا الوصفة ديت بجد بالطريقة ديت بنفس الخضوات اللي انا عملتها هتبقى لي جدا. ممكن كمان لو انت اه ما عنديكش كمية اللوز دي كلها ممكن تقليلي كمان يعني حاجة كده تكون شكلي كده على الوش كده وخلاص. وانا كده خلصت الطبق معايا وشكله طحفة جدا وطعمه طحفة جدا شايفين اللون والجمال والحلاوة جميل جدا بتنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زرارة الجرس عشان خاطر اي فيديو انزله يبصل لكم بالاشعار بتاعه ودعموني بكومنت حلو كده منك تشجيع كده لي عشان خاطر ان انا اكامل معاكم في القناة والسلام عليكم ورحمة لاترجمة نانسي قنع